اشتركوا في القناة منذ عام 2003 لحد الآن وان واحدة من نكاته المبكية وليست مضحكة لان نكات العراق في هذا الزمن الشاذ هي نكات سوداء مبكية حقيقة واحدة من هذه النكات ان يكون للعراق وزارة تسمى وزارة التخطيط مثل ما لديه وزارة الامن وزارة الداخلية وزارة الدفاع لديه ايضا وزارة التخطيط كل الحكومات التي تعاقبت منذ عام 2003 لحد الآن فيها وزارة التخطيط وتابعوا كل تصريحات وزارة التخطيط الذين جلسوا على كرسي وزارة التخطيط من عام 2003 لحد الآن ستجدون انهم ابواق لتسويق سياسات تلك الحكومات ليس اكثر وإلا ماذا فعلت هذه الوزارة وزارة التخطيط ماذا خططت هل وضعت خطة للتنمية هل تعرف عدد سكان العراق هل تعرف شؤونهم هل تعرف عدد الفقراء هل تعرف عدد المرضى هل تعرف عدد العاملين هل تعرف عدد العاطلين لا تعرف شيئا وزارة غريبة عجيبة وفي كل مرة تتصدى بأرقام غريبة عجيبة لا تمثل الواقع بصلة آخر شيء آخر حديث وما سنتحدث به اليوم هو حديثها عن عدد العمالة عمالة الأطفال في العراق الحقيقة تحدثت عن عمالة الأطفال في العراق وقالت أنه يعني عدد العمالة في العراق انخفضت في هذه الفترة والمواطن وكل إنسان بسيط سواء في العراق أو في الخارج سيسأل كيف تنخفض هذه يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى انخفاض عمالة الأطفال إذا كان الوضع الاقتصادي من سيء إلى أسوأ إذا كانت الكورونا هذا الوباء ما زال اعتفاقا في العراق إذا كانت البطالة ما زالت مرتفعة في العراق إذا ما كان الفقهر ما زال مرتفعا في العراق كيف يمكن لعمالة الأطفال أن تقل عدد العوائل الذين هي تتحدث وزارة التخطيط تقول أنه 25% من العوائل العراقية تحت خط الفقهر يعني يأكلون من المزابل لا يجدون رمق يومهم فيدفعون بأطفالهم إلى العمل إذا كان التصرب من المدارس نسبة عالية جداً كل خمسة يدخلون إلى المدارس ثلاثة منهم يتصربون وثنين فقط يكملون إلى ثنين ونصف يكملون إلى يعني السادس الابتدائي ويعبرون إلى المتوسطة وهكذا الحال في المتوسطة وأكبر في الإعدادية وإلى الجامعة ونفس القضية التصرب عالم أين يذهب هؤلاء الطلاب؟ يذهبون إلى الشارع إلى العمل فقر يزداد فبالتالي منظمة حقوق الإنسان تحدث عن ارتفاع عمالة الأطفال إلى 700 ألف طفل مفوضية حقوق الإنسان قالت أن نسبة عمالة الأطفال قد ارتفعت وأن عددهم يصل إلى 700 ألف طفل طبعا هذا العدد أقل ما يمكن العدد الحقيقي يتجاوز ربما مليون ينطفل الآن في الشارع لأن فقط أطفال الشوارع الموجودين الآن الآن في العراق أكثر من مليون طفل من أطفال الشوارع المشردين المعرضين إلى الابتزاز المعرضين إلى الجر إلى انخراطهم في العصابات إلى ابتزازهم إلى سرقة أعضاهم إلى كل شيء إلى المخاطر إلى المخدرات إلى كل شيء كل شيء معرضين لا رقيب ولا حسيب وموجودين في الشوارع ولا أحد يعالج هذه الظاهرة والعمالة العوائل فقيرة تدفع بأولادها إلى العمل كثير من عندهم عندما تسألهم للأطوال لماذا يقول أنه أهلي غير قادرين على العيش فاذهب إلى المدرسة الأمية زادت ارتفعت نسبة الأمية وارتفع عداد الذين لا يقرؤون ولا يكتبون في العراق إلى أكثر من 8 ملايين عراقي بعدها كان العراق خالي من الأمية في نهاية السبعينات وبشهادة اليونسكو واليونسيف والعراق 7 إلى 8 ملايين وربما 9 ملايين لا يقرؤون ولا يكتبون الآن يعني النزوح النازحين وصل إلى أعداد النازحين إلى 6 ملايين نازح 6 ملايين ونصف نازح في وقت من الأوقات الآن أكثر من بحدود مليونين نازح ما زالوا رغم أغلاق كل معسكرات النزوح ورغم طردهم رغم كل ما يجري لكن نازحين مدول مدمرة وهؤلاء النازحين لديهم أطفال بلا مدارس وجوع وفقر فبالتالي يدفعونهم إلى السوق للعمل في أي شيء في أعمال مرهقة لا تناسب معها لا أجسامهم ولا طبيعتهم ولا عقليتهم أعمال في الميكانيكا والسيارات وأعمال خطرة كثيرة يعملوا في المزابل وغيرها كلهم من الأطفال لأنه جرى الأطفال قليلة ويمكن ابتزاتهم ويمكن أرضاهم بأي شيء فبالتالي توظيفهم سهل في بلد ليس فيه قوانين ليس فيه من يردع هؤلاء فبالتالي الأسرة من تتحمل كل هذه المصيبة والفقر الآن ثلثي العراقيين ثلثي العوائل العراقية تعاني من الفقر هذه بشهادة الأمم المتحدة وليست بشهادة أحد ووزارة التخطيط تقذب وتقول أن النسبة تنخفظ كيف تنخفظ هل البطالة قل هل الفقر قل ما هي كل هذه بارتفاع وكل هذه تتناسب مع بعضها وهي ترتفع مع بعضها عندما تزداد البطالة عندما يزداد الفقر عندما يزداد الجوع تزداد هذه الحالات تزداد التصرب من المدارس عندما لا تكون قيمة هناك للعلم والعلماء والمدرسة والمدرس والمعلب فالتصرب واضح جدا عندما يكون هناك تجهيل وهناك أفكار طائفية وهناك تخريب وهناك تخريب للمجتمع وهناك فوضى في التعليم وفي المناهج هناك عدم توظيف هناك بطالة فبالتالي عدم قناعة بالدراسة ويذهب الأطفال إلى الشوارع للعمل لمساعدة أهلهم لتقديم ما يمكن أن يقدموه لأهلهم في هذا الموضوع أعداد الأطفال الذين يعملون في العراق يزداد يوما بعد يوم المصيبة كبيرة جدا جدا وهؤلاء يشكلون ثروة العراق لحاضره ومستقبله تعدم من الآن مثلما تعدم ثرواته الأخرى موارده النفطية وغيره وزراحية وصناحية يعدم أطفاله يعدم قدراتهم وإمكاناتهم والمستقبل الواعد الذي تستبشر كل الأرطان به بهؤلاء الأطفال هذا وضع الطفولة في العراق والطفل العراقي لا يعيش حياة الحقيقة يعيش حياة كئيبة متعبة مذلة مهلكة كحال كل أهل العراق كبار وصغار يعني يحمل الهم من هو صغير ويذهب إلى العمل ويتعرض إلى المخاطر ويتعرض إلى كل شيء في الشوارع هذه وفي أماكن العمل مع الأسف الشديد هذا بلد الثروات وبلد الخير بلد الذي يهتم كان في مستقبل مستقبله ويهتم بأطفاله لأنهم هم المستقبل هم بشارة المستقبل وصل حاله إلى هذا المستوى وهناك وزارة هذه الكارثة وزارة اسمها وزارة التخطير تبرر للحكم وتكذب وتدعي أشياء أخرى وليس لها أي معرفة ولا تتم بمعرفة ماذا يجزي للعراق وكيف يمكن أن يخطط له أترككم بخير وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة